طالب الرئيس الأوكراني فلودمير زلنيسكي حلفاءه الغربيين بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة وذلك في إثر موافقة واشنطن وبرلين على إرسال دبابات ثقيلة أمريكية وألمانية إلى كييف وشكر زلنيسكي نظيره الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس على القرار الذي أصدراه وأعلن فيه موافقتهما على إرسال دبابات غربية إلى أوكرانيا في سابقة من نوعها منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022